يا حبائي بناتي وأولادي طلبة صف الأول لعدادي أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء خدنا الحلقة اللي فاتت في درس الهندسة احنا بنشتغل فرع هندسة فرع الجبر مع مصر رين فاتوح فرع الهندسة خدنا المضلع وعرفنا مجموع قياسات زوايا أي مضلع بالقانون 0-2 في 180 وعرفت اننا عند مضلع منتظم بأضلع متساوية وزوايا متساوية هناخد النهاردة إحدى بطل من أبطال الأشكال الربعية وخدناه بالصف السادسة اللي بداي بس النهاردة بناخده بالتفصيل متوازي الأضلع متوازي الأضلع أحبائي شكل إيه الفتيكر كده معي هو كان ليه كم دلع أربعة يبقى شكله ربعي ولو استخدمت القانون هتلاقي أن مجموع قياسات زوايا متوازي الأضلع 360 نستخدم بقى القانون 0-2 في 180 تمام؟ متوازي الأضلع شكله ربعي ليه سميته شكله ربعي مبدايا كده عشان ليه أربعة أضلع وأربع زوايا طب تعالي نتكلم عن خواص الأضلع كل دلعان متقابلان متسويان في الطول وإيه؟ ومتوازيان كل دلعان متقابلان متسويان في الطول ومتوازيان طب وإيه كمان يا مستر الزوايا؟ لا كل زوايتين متقابلتين يعني أصاد بعض زي ما نشوف على رسمه دلوقتي متسويتان في القياس طب لو متتاليتين أو متجورتين متكاملتان وإحنا عرفنا أن الزوايا المتكاملة مجموعة قياسة 180 درجة طب المتتمة قياسة 90 درجة بص يا حباي الرياضيات مش شفوا بص قدامك على الشاشة المتوازي الأضلع قادي متوازي الأضلع وحباي متوازي الأضلع موضوع حالتنا النهاردة خواص متوازي الأضلع وحالاته إيه؟ لو تغير فيه أضلع لو تغير فيه زوايا لو كترين تغير معلمهم يبقى شكله يسميه يبقى هنا متوازي الأضلع سين صادعي اللام سين له أربع أضلع اللهم قال سين صاد كترة المستقيمة الكترة المستقيمة صادعين الكترة المستقيمة لام عين الكترة المستقيمة سين لام طيب من خواص اللي أضلع بقى سين لام بيساوي صادعين سين لام بيساوي صادعين وسين صاد بتساوي لام عين كل دلعان متقابلان متسابلان في الطول بس ومتوازيان ومتوازيان يعني يقول لك سين لام هيوازي صادعين عين. كده على مستقيمة طبعا. وسين صاد هتوازي لعين. خلاص كده يبقى هنا كل دلعان متقابلان متسويا في الطول ومتوازيا. وما للزوايا قالك قياس زاوية سين هتساوي قياس زاوية عين. كل زاويتان متقابلتان قياس زاوية سين هتساوي قياس زاوية عين. كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس. يعني ده لو مية وعشرين يبقى ده مية وعشرين. خلاص. خلي بالك. الخواص ده نحلي بالك المسائل. فهيعرف كل خاصية من خواص متوازل اضلاق. وزاوية وقياس زاوية صاد هتساوي كياس زاوية لام. طب قياس زاوية لام وعين ما لهم دولة وساط بعض. لأ ده متتليتين متجاورتين. يبقى قياس زاوية لام زائد قياس زاوية عين. طبعا متجاورتين يا شباب. يبقى مجموحهم مية وتمانين ايه? مية وتمانين درجة. ده بالنسبة للزاوية. امال ايه? الكطعة المستقيمة المرسومة بين رأسين من رؤوس المضلع ده او متوازل اضلاع. يعني هنا الساد سين ديه رأس المتوازي وعين رأس. القطعة المستقيمة الواصلة بين رأسين من رؤوس اي مضلع ده اسمه كتر. يبقى سين سا سين عين كتر وصاد لعم كتر. اذا المتوازل الاضلاع ليه كم كتر? اتنين. طبعا المربع لكترين والمستطيل لكترين المعين لكترين. تمام يا شباب? طب هنا خواص الكترين ايه? الكتران ينصف كلا منهما الاخر. ايه ده بس كده? اه الكتران ده في اين? انا بتكلم على ايه? على هاو? متوازل اضلاع. الكتران ينصف كلا منهما الاخر. وعايز لكم حاجة. في كتير اوى عارفنا وحفظناها ان الكتران في المتوازل اضلاع ينصف كلا من الاخر. ولكن اقوله ايه يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه مش عارفها. هي قاعدة كده بتقول ان من خواص متوازل المستطيلاء الاضلاع انه كل ان الكترين في كلا من الاخر. طب بص لك يعني ايه? بصوا كده على الرسمة. مش سين عين كتر? اه. وصاد لعم كتر? ايوة. طب يعني ايه بينصف كلا من الاخر? يعني سين ميم هتساوي ميم عين. افهم بقى يعني ايه? القتران ينصف كل من هما الاخر. يبقى سين ميم هتساوي ميم عين? وصاد وميملم هتساوي صاد لام? مش معنى كلام ان انت تقولي بقى ان السين ميم هتساوي صاد ميم? لأ Vir Girls. لا تبعط. مم تبعط. ما فيش كده. انا بقولك هنا. معنى ان السين عين ينصف صاد لام. ان ده بينصف ده وده بنصف ده. ولكنه ما مش قدي بعض. يبقى سين ميم بيساوي ميم عين. تمام? ايه. وصاد ميم بيساوي ميم ايه? ميم ده خواص متوازي الاضلاع اطوال وزوايا وكطرين. طب خلي منك بقى معايا. متوازي الاضلاع ده لو خليت زي كل حاجة زي ما هي. بس خليت احدى زوايا قائمة. متويزي الاضلاع اللي عندك ده لو عدت عدل فيه كده وخليت بس زوايا قائمة. يبقى شكله يتقلب الى ده يا Isnarloフ. متوازي الاضلاع. اللي احدى زوايا قائمة لا دي يبقى مستطيل طب ليه لان المستطيل كل دلعان متقابلان متسويان في الطولة متوازيان شكرا ولكن كل الاربع زوايا من زوايا المستطيل تجد تسعين ايه درجة طب انا خلي طولك ان كل زاوية من زوايا متوازي الاضلاع خليت كل زاوية احد ستعين اتلاو كله بقى تسعين معاك يبقى الشكل ايه مستطيل حالات حالات متوازي الاضلاع طب لا ينفعش قول مربع ليه صحيح طب المربع اللي اربع زوايا تسعين درجة تخلي بالك انا ما اتكلمتش في اضلاع طب امتى يكون متوازي الاضلاع مربع لو قلتلك شرطين لو الاضلاع متساوية والزوايا قائمة قال لا يبقى عشان المتوازي الاضلاع يبقى مستطيل عايش شرط واحد بس يتحقق في متوازي الاضلاع يبقى مستطيل ايه شرط الزوايا الزاوية بس من المتوازي الاضلاع تبقى قائمة تسعين درجة خلاص يبقى الشكل ايه مستطيل طب لو اتحقق شرطين ان في دلعين متجاورتين متساويتين او الاضلاع متساوية وفيه كمان زاوية قيمة شرطين لا يبقى ايه مربع لان المربع اضلاع ومتساوية في الطول وقياسات زاوية متساوية في الكياس كل زاوية كانت تسعين درجة طب لو تحقق شرط واحد بس اللي هو الاضلاع تساوت يعني نسبته زي ما هو كده بس سويت الاضلاع زاوتت ده شوية كده وسويت الاضلاع يبقى ايه لو سويت الاضلاع يبقى معين يبقى متوازل اضلاع اذا تساوت اضلاعه بقى اصبح ايه معين لا تبقى معي بتيجي كتير وهنشوف دوقتي في الامثلة. متوازل اضلاع اذا كانت احدى زوايا قائمة بقى مستطيل. حالات متوازل اضلاع طيب متوازل اضلاع لو الاضلاع تساوت بقى معين. طيب خد الشرطين مع بعض. متوازل اضلاع اللي اضلاعه متساوية وقياسات زوايا قائمة دلعين الاضلاع متساوية يعني شرطين والزوايا قائمة بقى اصبح ايه? اصبح مربع. الكترين احبائي مهمين جدا في الخمس اشكال او الاربع اشكال دولار. مستطيل ومربع ومعين ومتوازل اضلاع. ايه? الكترين في المربع خد بالك بقى. ينصف كل من الاخر تمام. ومتساويان في الطول تمام. ومتعمدان. تلات شروط بيتحققهم في الكترين ده في ايه? في المربع. ينصف كل من الاخر. ومتساويان في الطول وي ايه? ومتعمدان. طيب الكترين في المستطيل شرطين اتنين بس. بيه حقق اتنين بس. ينصف كل من هما الاخر وخلي بالك بقى. هتلاقي الخاصية ده معك في الاشكال الربعية. ان الكترين ينصف كل من هما الايه? الاخر. خدناه في المستطيل وليس في المتوازل. يبقى المستطيل الكترين ينصف كل من هما الاخر. وايه? ومتساويان في الطول. نقص واحدة يا مستر متعمدان? لا. الكترين في المستطيل غير متعمدان. الكترين في المستطيل غير متعمدان. طب المعين ها? المعين ايه بقى? ينصف كل من هما الاخر. هتلاقي كتير دي معك في كله. ومتعمدان ايه ده? هو المعين مش متساويان? لا الكترين مش متساويان. طب في متوازل الاضلاع هي واحدة بس. ينصف كل من هما الاخر. يبقى احنا كده ابنائي خلصنا شرح متوازل اضلاع بخواصه. وحالات متوازل اضلاع. حالات متوازل اضلاع ازا كانت احدى زاويا قائمة اصبح مستطيل. ازا تساوت اضلاعه اصبح معين. ازا تساوت اضلاعه زاويا قائمة اصبح مربع. اصبح ايه? مربع. يلا حباق بعد ما خلصنا بقى كده الشرح نشوف التمرين بتيجي ازاي? وبنحلها ازاي? واخد بالك ان انت بتشتغل بالتمرين بالمعطيات كل اللي انا قلت دلوقتي في الشرح. اول حاجة سؤالي الاكمال اي ده مستورو فيه اكمال في الهندسة في الرياضات? اه طبعا. ما احنا اخدنا هو? يابل كده? الحلقة اللي يابل كده بتاع الصف السادس كان فيه اختار الاجابة الصحيحة. متوازل اضلاع. الذي كتران متعامدان يسمى ايه? كتران متعامدان بس? دي الخاصية الوحيدة? لا يا مستر يبقى معين. واحد دولي طبع ما هم كتران في المربع متعامدان? خلي بالك هم كتران في الربع متعامدان بس? ولا متعامدان ومتسويان? يبقى انا لو قلت لك هنا انه كتران متعامدان ومتسويان تقول لي مربع. انا جبت سريط ايه? متعامدان بس. يعني كل حاجة في المتوازل زي ما هي? انا خليت بس الكترين متعامدان يبقى معين. طب متوازل الاضلاع. الازي كترائي بقى? الله الله على دي بقى. انا انا في الشرحة ما لدوكو الاضلاع والزوايا. هنا انا بلعب في الكترين. ونزلك قبل ما اديك المسال يركزنا شوية على الكترين. يسمى مستطيل. يعني الكترين في المتوازل اضلاع يحصل لهم ايه? عشان يبقى مستطيل. يتعامدان? لا مش متعامدان. ده متعامدان يبقى معين. اه متساويان. متساويان. يسمى ايه يا شباب? مستطيل. الكترين لو تساوي بس تحق فيهم هذه الخاصية بس اصبح مستطيل. واحدة ليه طب ما ينصف. لا ينصف من الاخر في كله. الكتران ينصف كل من الاخر ما تدورش عليه بقى لانها تلاقى في المستطيل. الكتران ينصف كل من الاخر تلاقى في المربع. الكتران ينصف كل من الاخر في المعين. الكتران ينصف كل من الام الاخر في متوازي الاضلع. السؤال بعد كده الاكمال بيقول لي متوازي الاضلع الذي كتراه متساويان شو بقى? شوفت عشان ما تستعجلش هنا في السؤال ده. قلت لي مربع جالك. متوازي الاضلع تمام. كتراه متساويان في الطول. الكترين متساويين. لو سكت يبقى مستطيع. طب انا ما سكتش. ومتعمدان يبقى ايه? لا هنا يبقى مربع. يبقى يا شباب يبقى مربع. سؤال الاكمال والاسئلة الهندسة زي ما انا قلت وافضل اقول ان الهندسة الحل موجود في المعطيات اللي انا بدهولك. الحل بتاع السؤال في المعطيات اللي انا بدهولك. ولكن معظم ابنائنا ليه بيشايفين ان فرع الهندسة صحب شوية? انا اقول لك ليه شايفين? بص انت بتجي على المطلوب. يعني انت لو قدامك تمرين بتم جاي جاي فين المطلوب فين المطلوب عايش كيان زاوية وتقعد تبص القياس زاوية الف عشان تجيبه قياسة كاملة. لما لا. طريق الهندسة او طريقة حل الهندسة مش كده. طريقة حل الهندسة انك بتمسك المعطيات حتة حتة. جزئية جزئية. وكل معطى انا بدهولك بتطلع منه نتيجة المذاكرة بتاعك. تعالوا احباقي نشوف نسال ونشوف بنحله ازاي? بس بنحله ازاي بقى ايه? بالنزام اللي انا عايزه. ايه هو النزام يا مستر انت عايزه اللي انا علمتوك عليه وعاودتوك عليه. سؤال الهندسة بتقول لي المعطيات المطلوب البرهام. مش عايز اكترون جاي حالي على تقول لا انا عايز النزام يا شباب. شوف السؤال بيقول ليه? قلب بهجيم دال متوازي اضلع. برضو لاحظين بصهم برضو احنا اتفعنا على كده. ان سؤال الهندسة اقرأ من هنا واركز 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 كلها تنزل في دماغك. قياس زاوية دال الف جيم سين. ايه سين دي? سين يعني مجهول ما عارفهاش. وقياس زاوية به الف جيم اتنين سين. ماشي خلينا معهم. وقياس زاوية الف بيه جيم خمسة سين. شوف انا بعمل ايه? بعمل ربط بين المعطيات المكتوب والمعطيات المرسوم. فكري اللي هنا فكري يحضر. الاجابة هتلاقى زاهرة قدام عينيك. احسب بالدرجات كيمة كل المين. اعز بالدرجات بقى. قياس زاوية به جيم دال يا زاوية دي كلها. وقياس زاوية الف دال جيم دي وديها. ايه موضوع سين وايه موضوعة الموضوع سين? خلاص. مش انا قيل لك. مفيش حاجة معطيات انا هدهولك. غير ما انت تستخدمه? ايه. طيب. مش انا هنا مش ده متوازي اضلع? اه. طب انت يا واحد يقول لي طب ما قلب بها يسوي جيم دال. اقول لك لا. مخطر جدا من حيث دي. حضرتك هتتكلم عن المتوازي الاضلع وهتستخدم اضلعه? يعني في خواصه هتستخدم اضلع اضلعه? لا طبعا. يبقى انت ماشي في طريق بعيد خالص مش باوة. مش بعيد. ده مش طريق اللي هيوصلك للاجابة. ده انا شغل كله زاوية. انا كل معطيات الزاوية. والمطلوب زاوية. اذا حضرتك ما تيجي تقول لي اه بما انا قلب به جيم دال متوازي الاضلع. اذا الاف دال هيسوي مش عارفة. ماشي طب وعدين. بيعني ينفع يا شباب. ينفع. اخدك من ايدك كده. ووقفك على طريق الزاوية. ثم ما جاء انت سيبني. وماشي على طريق الاضلع. مش هتوصل. انت اجدتني دارك ومشي. مش هنوصل لبحال. لا. المعطيات كلها زاوية. والمطلوب زاوية. يبقى انا هستغل لخواص متوازي الاضلع في الزاوية. صح ولا لا? في الزاوية. طب واحد يقول لي طب ما هكون لها سين. ماشي يا عم سيبها بسين. ايه المشكلة يعني? يلا هنكتب بقى ايه? هنكتب المعطيات. انجزا بس الوقت اللي وقت الحلقة اسمحوا لي اقول لكم حاجة. انا مش اكتب المعطيات ولا المطلوب. انا اكتب البرانة على طول عشان نحل كتير. المعطيات يا شباب بس انت بقى بكتبها. المعطيات هوا كل ده المعطيات. المعطيات ان الف بيه جيم دال متوازي اضلاع. قياس زاوية دال الف جيم سين درجة. قياس زاوية بيه الف جيم اتنين سين درجة. قياس زاوية الف بيه جيم خمسة سين درجة. المطلوب. قياس زاوية بيه جيم دال والف قياس زاوية الف دال جيم. البرهان اللي انا هشتغل عليه. البرهان. مش احنا نستغل متوازي الاضلع. اه خواصه? ايوة. اضلع ولا زاوية? زاوية. عشان هو وعي الزوايا. بما أن ألف به جيم دال متوازي أضلع. إيه ده يا مستر؟ جيمها منين؟ بما أن دي من المعطيات وعي الهالي. إذن كل زاويتان متتاليتان أو متجاورتان. مجموعة قياسهم كام؟ 180 درجة. إذن قياس زاوية ألف زاية قياس زاوية به 180 درجة. طيب نسمح ويبقى نجيب الرسمة. يبقى أنا قلت أول حاجة إيه؟ قلت بما أن ألف به جيم دال متوازي أضلع. إذن دي مزاكرتي. إذن قياس زاوية ألف زاوية زاوية به زاويتان متتاليتان أو متجاورتان في متوازي الأضلع 180 درجة. طيب أنت عندك قياسهم. يعني أنت لو جمعت سين واثنين سين وخمسة سين مش دلالت الزاية؟ لا. هيدي لك 180 درجة. يالله شباب إذن سين زايد اثنين سين زايد خمسة سين بتساوي 180 درجة. سين واثنين سين وخمسة سين يدينا 8 سين. بنجمع السينات بيساوي 180 درجة. فاكرين حل المعاضلات اللي خدناه. الحلقة اللي فاتت مع مستر إبراهيم فتوح. صف السادس؟ فاكرين صف السادس؟ آه يا مستر ده حل المعاضلة سين. أنا رأيس كومة سين. خلاص هتعمل إيه؟ هنقسم على تمانية. يا حباء هنقسم على كم؟ هنقسم على تمانية. هنقسم على تمانية. هنقسم على تمانية. هيطلع هنا سين بكم بقى؟ هيطلع سين بتساوي 22.5 من 10 درجة. ايه يا مستر ده؟ ده بسنحك علينا. هو مش عايز سين. ده هو عايز قياس بصو كده شمعي. هو عايز قياس زاوية ايه؟ ده هو عايز قياس زاوية باه جيمت إنزاوة دي؟ طيب ما هي الزاوية دي؟ اللي هي باه جيمت دال مش بتساوي كياس زاوية ألف؟ كلاذاوايتان متقابلتان من متوازل أضلع ما ده ساوياتان في القياس؟ طيب ما انتlearning؟ جبتلي سين باثنين وكام؟ سين تلعت باثنين وعشرين ونصف؟ طيب ما تجبلي يلا قياس زاوية دال؟ طيب ما هي بحب خمسة سين برضو ما هي ب stereotyبتساوي دال؟ يبقى المشكلة كلها ايه? بقى اللغز كله كان في ايه في السين? انت جبت قيمة السين بـ 22 فقلصت حالة المشكلة. يلا يا عم! اقول لي كده قياس زوية الف. هتساوي قياس زوية جيم عشان شكل متوازد لا! يعني هتساوي. 22.5 في كم بقى? هي الف عبارة عن ايه? الف عبارة عن زويتين. سين واثنين سين. يعني فيه ثلاثة. لان سين بـ 22.5. اضرب زوية اضرب اتنين وعشرين ونص فيه ثلاثة. هدينا سبعة وستين وخمسة من عشرة درجة. وده قياس زوية الف اللي هتساوي قياس زوية مين جيم? اللي هو قيلك على زوية بيه جيم دال. يبقى قياس زوية بيه جيم دال هتساوي سبعة وستين ونص ايه درجة. كلام جميل جدا. يبقى انا جبت احدى المطلوبة. كان المشكلة فين عند بقى هنا? التركاية اللي عندك كانت تركيها فين? فين عندك سين. طب احنا كده خلاص جبنا سين. وجبت زوية بيه. ضربت السين في خمسة. جبت زوية الف. ضربت السين في تلاتة. وطلعتلي سبعة وستين ونص. اذا زوية جيم هي كمان سبعة وستين ونص. طب ما انت لسه عندك عايز كياس زوية دال. اهو الف دال جيم. طب ما هي كياس زوية دال يا شباب? هتساوي كياس زوية بيه. طب ما تيجي نجيب بيه الاول يا حباقي. يلا نجيب بيه. قياس زوية بيه. هتساوي كياس زوية دال. طب ما هي به خمسة سين. يعني الخمسة في اتنين وعشرين ونص. هيديني مية واثناشر ونص درجة. مية واثناشر ونص ايه? درجة. اذا قياس زوية الف دال جيم ليه دال? مية واثناشر ونص ايه? درجة. ايه رأيكم? شفت الهندسة? انا مجريتش على المطلوب. ده انا مسكت المعطيات. قريته الاول. وطبقت على الرسم. وعرفت ايه الطريق اللي انا هامشي فيه. وكتير قوي بقى بيحصل لعملية تشتيت. زي ما قلت لكم. انت تشتغل على خواص متوازن الاضلاع. بس انا ما اديك زوية. تشتغلش على زوية. اديك زوية. تشتغلش على ايه? على زوية. طيب ما احنا اخدنا الاكمال يا مستر. بس كده. في المتوازن الاضلاع في الهندسة. هل فيه اختيار اجابة صحيحة من الهندسة? اه طبعا فيه اختار الاجابة الصحيحة. ازاي? بص معايا. اختار الاجابة الصحيحة. قلب به جيم ده متوازن اضلاع. تمام. فيه قياس زوية الف بتسوي خمسين درجة. ايه ده يا مستر? طويتلنا نقرأ ونعمل على الرسمة. انا مفيش رسمة. وقياس زوية جيم بتسوي كام? فان قياس زوية جيم بتسوي كام? هل بتسوي? لأ. مليش دعو فالدي. مليش دعو بالاجابات اللي هو ما اديها لي. انا حل مسألتي. انت عندك متوازن اضلاع? ولازم انت تتصور قدامك. الف به جيم ده. تاني. انت عندك متوازن اضلاع? الف به جيم ده. ومدي لك زوية الف خمسين درجة. يبقى قياس زوية جيم كام? طب ما ديجي كده تقولي بتصورك? وانت شايف هو متوازن اضلاعه قدام عينيك? يا ترى ايه العلاقة بين زوية الف وزوية جيم? طب ما نعرف منين يا مستر? ما فيش رسمة. لا تعرف. من اسمه. الف يبقى به جنب الف. يبقى جيم قصاد الف. تاني. انا مرسمتهش على فكرة. انا عرفت منين? عرفت من اسمه. الف به جيم ده. اذا من قياس زوية الف. علاقة بزوية جيم قصاد بعض. وانت اخذ قاعدة بتقولك ايه في متوازن اضلاع. كلها زاويتان متقابلتان متساويتان في الايه? في القياس. نرجي بقى عن الاختيار. اذا من قياس زوية جيم خمسين درجة. طيب. للمسؤال التاني. قلب به جيم ده المتوازن اضلاع. فيه قياس زاوية الف زاوية جيم مية واربعين درجة. خلي بالك برضه. ايه علاقة بجيم يا شباب في المتوازن هو. justice جيم ده المتوازن بعدling تساويتان في القياس. طب اللي اتنين اللي بيصاوي بعض مجموعهم سبعين مية واربعين درجة. مجموعهم مية واربعين درجة. هو عز قياس توضية ده. طب انا عارفش اجيم الف. اعرف. مش اللي اتنين ده بيصاوه بعض? يعني الف. بتساوي به? بتساوي جيم يبقى كل واحدة كام? مية واربعين على الاتنين. يدينا سبعين درجة. يعني قياس زاوية الف دي سبعين درجة. وزاوية جيم سبعين درجة. زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس. انا عايز بقى زاوية به. هي علاقة ايه? زاوية به بزاوية الف او زاوية جيم. طب نبص كده. الف به. جنبه? جيم. جنب جيم برضو. اذا العلاقة سابتة بين زاوية الف وزاوية به. زاويتان متتاليتان. متجاورتان. والقاعدة بتقول لك ايه? او الخواص بتاعه متوازل اضلاع بيقول لك ايه? كلها زاويتان. مش متقابلتان بقى. متتاليتان او متجاورتان في متوازل اضلاع. ما لهم? متكاملتان. متكاملتان يعني ايه? يعني مجموحهم مية وتمانين درجة. طب انا عندك زاوية الف سبعين. يبقى زاوية به كم? زاوية به مية وتمانين نقص سبعين. يدينا مية وعشرة درجة. ابناء يا حبائي طلبة الصف الاول الاعدادي. كده خلصنا معاكم متوازل اضلاع وخواصه وحلاته. نشوفكم يا رب الحلقة الجاة ان شاء الله. شكرا لكم جديلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.